تحت رعاية مديرية الصحة في غازي عنتاب وبدعم من جمعية الأمل لمكافحة السرطان أقيم حفل افتتاح عيادة الأمل التخصصية المتنقلة في مدينة الباب شرقية حلب والتي زودت بأجهزة للكشف المبكر عن السرطان بتقنية المامجرام هدفنا الأولي تشخيص أربعين ألف امرأة في مدينة الباب وبعد الانتهاء من هذه المرحلة سنتوجه لتشخيص الشرائح الأخرى من الصغار والكبار وفي حال نجاح هذه الخطوة سيتوسع عمل العيادة في ريف حلب صممت هذه العيادة لتكون قادرة على التجول في أماكن مختلفة بهدف الوصول لجميع الشرائح حيث ستبدأ العيادة عملها في مشفى الباب الحكومي ومن ثم ستنتقل لمراكز صحية أخرى في الكشف المبكر ننقذ المريض ويقلل علينا تكلفة العلاج ونسبة شفاء تكون أكثر من 95 أو 96% ستوفر الجمعية ضمن العيادة العديد من الخدمات منها الكشف المبكر عن السرطان بالإضافة للصحة الإنجابية كما تشمل خدمات علاج الأمراض الداخلية والنسائية وأمراض الأطفال مع توفير مساحة للدعم النفسي لن ينحصر عمل هذه العيادة المتنقلة في مدينة الباب فقط بل سيتوسع في وقت لاحق ليشمل جميع المناطق في ريف حلب بالإضافة للمخيمات الموجودة في المنطقة بهدف تقديم الخدمات الصحية لأكبر عدد ممكن همامزين تلفزيون سوريا مدينة الباب